مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوين من المواقع المحلية دعوة في عدل المطالبة بخروج المسلحين من منزل الرئيس ناصر المشاهد نت الإمارات تدفع سكان سقطرة إلى هوية الاقتتال الداخلي ومن أخبارنا المنوعة أكثر من ألفي شخص يخرجون من المستشفى بعد تعافيهم من عدوى فيروس كورونا علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفترتين رئاسيتين حيث عمل رئيسا لمجلس الرئاسة خلال عام 1978 ورئيسا للجمهورية في 1980 لكنه الآن رئيس بلا منزل فقد تم البسط على منزله في عدن وليس له وهو ينشر هذه الأيام مذكراته إلا أن يناشد المتضامنين معه بألا يتوقفوا ووفقا لعدن الغد تشهد عدن الإعلان عن موعد الوقفة التضامنية الثانية مع الرئيس علي ناصر محمد بعدن وقال الموقع إن اللجنة المنظمة للحملة الشعبية للتضامن مع الرئيس علي ناصر محمد أعلنت عن موعد إقامتها للوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع الرئيس ناصر بعدن وأصرح هشام الحاج رئيس الحملة الشعبية بأنه تقرر تنظيم الوقفة التضامنية الثانية صباح يوم الاثنين أمام مقر المجمع القضاء ورئاسة الوزراء وأفاد الحاج بأن الوقفة التضامنية الثانية يشارك فيها النشطاء ومنظمات المجتمع المدني ورواد المتديات ومحيب الرئيس من أبناء عدن مؤكدا أن الوقفات مستمرة حتى إعادة منزل الرئيس ناصر وإخراج المقتحمين له وأن هناك شكوى سيتم تقديمها إلى النيابة العامة في عدن وقال الموقع إنه تم توجيه دعوة إلى أصدقاء الرئيس لتضامن معه وإعادة منزله وإخراج من أصبحوا يعيشون فيه قبل أيام أغطيل عبد الرقيب قزيع في الضالع دون أي جريمة أو ذنب يرتكبه كان قريبا من الناس جميعا لكن قربه من الناس وابتسامة التي تميزه لم تحمه من القتلة وإفقا للكاتب محمد علي محسن الذي كتب عنه مقالا نشير في موقع السحوانة مضيفا أي خسارة تضاهي اغتيالك يا صديق الجميل عبد الرقيب قزيع فهل أنعيك أم أرثي أخلاق الرجال لا أعلم حقيقة أيهما أولى بالرثاء أنت يا عبد الرقيب أم من اغتالك أم من لا يتورعون عن تبرير الجرائم المنكرة أم نحن المصابين بعضال الجبن والخوف أم المكان الذي بات مرتعا للقتلة واللصوص أم الأمن الذي فقدناه وما عاد له وجود في هذه البقعة الموبوءة بجائحة الهلع من العصابات والمخدرات والسلاح والبرود صدقا أقول لكم ما زلت مصدوما من هول الفاجعة الفاطرة لفؤاد كل إنسان محب وشغوف بالحياة والحرية والسلام فما من إنسان سوي إلا ويحزنه ويؤلمه رحيل الرجال وبهذه الطريقة الغادرة فبرغم أننا في حرب حاصدة لمهج الكثير من الأصدقاء والأقارب والمعارف والأبرياء إلا أن حزني ووجعي كبير وعظيم على عبد الرقيب ورفاقه من من اغتالتهم أياد الغدر والعار تبا للقتلة ولكل شخص يساوم على مهجي ودم الأبرياء فلا أحد أيا كان موقعه ومنصبه ودوافعه يمكنه إقرار من يموت ومن يستحق البقاء فسواء أكان قياديا في الإصلاح أو المؤتمر والاشتراكي مع الرئيس هادي أو علي محسن أو الميسري أو عيد الروس أو باعوم أو 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 فلا حق لمن كان أن يقرر مصيره وكيف ما يريد فكيف لشخص ينفحك بابتسامة عريضة صباحا ومساء ويكون جزاؤه الموتى غدرا وبلا أدنى سبب أو جريرة وكيف لوجوه مشرقة حالمة لا تملك غير فكرة وسطية وغاية نبيلة أن تكافأ برصاصات غادرة من بنادق قتلة مأجورين احترف البغى والعدوان عذرا يا أصحاب الابتسام الدائبة فلم يبقى شيء جميل إلا وسممته الكراهية وأحالته التبعية المقيطة إلى دمامل تحاول الإمارات العربية المتحدة مجددا الانقلاب على الحكومة والسلطات المحلية في جزيرة سقطرة ونشر الفوضى والانفلات الأمن بنشر خلايا مسلحة في مدينة حديبو عاصمة المحافظة ودعم تمرد كتيبة من حرس السواحل على السلطات المحلية ورفع علم الانفصال وفق تقرير نشره موقع المشاهد نت الإمارات تدفع سكان سقطرة إلى هوية الاقتتال الداخلي وبحسب مصادر أمنية فإن هذه المسجدة تأتي في سياق مخططات نشر الفوضى والتخطيط للتمرد والانقلاب على السلطة المحلية يضيف التقرير تستميت الإمارات في السيطرة على الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي على بعد 350 كم جنوب شبه الجزيرة العربية عبر وسائل شتى من هذه الوسائل وفق التقرير القيم بانقلاب مسلح تارة تارة بالمظاهرات ودفع الموالين لها إلى الشارع في حين تقف الحكومة عاجزة وعلى الرغب من أن الإمارات أعلنت انسحابها من الجزيرة منتصف مايو 2018 بعد صدامات مع الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء السابق أحمد بيض بن دغر وبعد وساطة سعودية بدأت القوات الإماراتية بإخلاء بعض المواقع لتحل ما حلها قوات الواجب السعودية وقوات يمنية إلا أن المغادرة كانت فقط للقوات التي وصلت في 30 إبريل 2018 على متن خمس طائرات نقل مع الآليات والعتاد العسكري واستولت على مطار وميناء الجزيرة توصل ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار الأسبوع الثاني على التوالي تشيع قتلها الذين سقطوا في المعارك الأخيرة بجبهة نهم وسرواح وقانية وجبهات أخرى بمحافظة الجو ووفقا لموقع صحوانت ميليشيا الحوثي بذمار تواصل تشيع قتلها للأسبوع الثاني على التوالي وقالت مصادر محلية للصحوانت إن ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار تواصل بشكل يومي وللأسبوع الثاني على التوالي تشيع قتلها وذكرت المصادر أنه تم تشيع أكثر من 35 جثة خلال الأسبوع المنصر والتي تم دفن بعضها في مقبرة العمود وسط مدينة ذمار والبعض الآخر تم نقلها إلى القرى البعيدة ووضحت المصادر أن مستشفى ذمار العام استقبل خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الجثث لعناصر الميليشيا من أبناء المحافظة الذين سقطوا في جبهات صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء وشارت المصادر إلى أن معظم الجثث التي وصلت إلى المستشفى تعود لأطفال لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة الدبلوماس السويدي الذي عمل لفترة طويلة في فلسطين ومؤلف كتاب الجرائم الضحايا والشهود ماس فينوسون كتب مقالا أعادت صحيفة الغد نشرة مترجما إلى العربية نواصل نشرة مقتطفات منه نظرا لأهميته منذ وقت طويل قال أحد قهدتنا نحن نتأكد فقط من بقاء العالم منخلطا في عملية سلام مستمرة لكننا لم نوقع اتفاقية السلام أبدا واليوم يواصل الإسرائيلي نحن نكسب كل يوم ولم يعد هناك المزيد لنأخذه لن نوقعها أبدا لكن ما لم يتغير مع ذلك هو أفعال المجتمع الدولي أو عدم وجود أفعال له من الأساس ثمت بعض الاستثناءات والفصول الموجزة وحدث ما هنا أو آخر هناك لكننا نواصل بصفة عامة تعميق علاقاتنا مع أولئك الذين يمارسون الاحتلال والاستعمار وما أصبح يعني اليوم الفصل العنصري حدث لقاء الحقيقي الأول مع الواقع في عام 2004 في قطاع غزة قابلت فتاة صغيرة كانت قد أصبحت بلا مأوى قبل أسابيع قليلة دمرت إسرائيل منزل عائلتها كان مبنى متعدد الشقق أزالته عن وجه الأرض بعض جرفات كاتر بيلر العملاقة والآن كانت تجلس في غرفة صغيرة للأجئين وتتحدث عن كل الأشياء الفضيعة التي حدثت في ذلك اليوم لكنها قالت أيضا إنها تشتاق إلى ذلك الطائر الصغير الأحمر والأبيض الذي اعتاد أن يأتي ليتناول الإفطار معها في الشرفة أذهلني حينها أن الاحتلال أو الاستعمار أو الفصل العنصري ممارسات لا تتعلق فقط بالموت الموت والمزيد من الموت إنها تتعلق أيضا بفقدان شيء صغير بلا توقف يوما بعد يوم كل يوم يضيق شيئا لكن الشيء القليل الذي يتم فقده تدريجيا وباستمرار يكون صغيرا جدا لدرجة أن أحدا لا يكتب عنه إنك لا تكتب عن الحنين إلى طائر صغير عن أن هذه العقودة الطويلة من الاحتلال إنما هي في الحقيقة قصة الكثير من الساعات والأيام والليالي من الخسارة والفقدان وفي النهاية لا يعود لديك شيء آخر لتخسره وحده التوق يبقى قدر تقرير تحويلات المؤتربين اليمنين في الخارج بمتوسط شهري بلغ 431 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 وحسب التقرير فإن تحويلات المؤتربين من الخارج كان لها دور كبير في الحد من تقلبات سعر الصر وفي السيطرة على انهيار القيمة الشرائية للريال اليمني وتعنون صحيفة العرب الجديد السعودة تخفض أبرز موارد اليمنين التحويلات تفيد الصحيفة تحقق هذا الرقم بالرغم من المضايقات الواسعة التي أتعرض لها اليمنيون في عدد من الدول خصوصا في السعودية كما تشمل خارطة اتشار المؤتربين اليمنيين الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الثانية بنحو 400 ألف مؤترب تليها بريطانيا ثم باقية الدول الخليج إضافة إلى دول شرق آسيا مثل ماليزيا وأندونوسيا يعتبر الخبير الاقتصادي أحمد السلامي أن تحويلات المغتربين أخرت نوعا ما حدوث المجاعة الشاملة في اليمن إذ أصبح ثلث سكان اليمن يعتمدون عليها كمصدر دخل الرئيسي بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب حرب التحالف في اليمن والصراع الدائر الذي أثر كما يقول السلامي العرب الجديد على مختلف الجوانب المعيشية وأدى إلى توقف المرتبات الموظفين المدنيين التي كانت تعتبر شريان الحياة موقع ألماني يرى أن مقتل قاسم الريمي مثل ضربة كبيرة لتنظيم القاعدة وعنونا موقع الدي دابليو مقتل قاسم الريمي ضربة موجعة لتنظيم القاعدة في اليمن عمل الريمي تحت إشراف زعيم التنظيم السابق أسامة بلد أثناء قامته مع عائلتي في أفغانستان وكان يبلغ وقتها من العمر 15 عاما فقط وخلال ذلك الوقت تمكن من تسلق سلم المواقع القيادية حتى وصل إلى درجة مدرب في معسكر تابع لتنظيم القاعدة عاد إلى اليمن قبيل الاجتياح الأمريكي لأفغانستان عام 2001 وعمل خلالها تحت قيادة الوحيشي إلى أن السلطات اليمنية في صنعاء قامت باعتقاله عام 2005 وإدانته بتهمة التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في اليمن تمكن في شباط فبراير 2006 من الفرار من السجن خلال عملية هروب مثيرة برفقة 23 عضوا بارزا في تنظيم القاعدة وارتبط اسمه عام 2007 بالهجوم الذي استهدف مجموعة من السياح الأسبان وأسفر عن مقتل ثمانية منهم في مأرب وسط اليمن موته يزيد من تدهور القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالإضافة إلى أن الرؤية الجديدة التي جلبها الريمي معه لتنظيم القاعدة تجعل من وفاته ضربة كبيرة للتنظيم ولشبكة علاقاته في اليمن فبراير في وجه طغوت تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الملك المقرمي مقاله المنشور في موقع الصحوانت مضيفا باتت ثورة 11 من فبراير وجها لوجه أمام المشروع الظلامي للكهنوت الحوثي ولأن ثورة فبراير هي امتداد طبيعي للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر فإن من دواعي الواجب والضرورة اليوم أن تتكاتف كل معطيات وأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وفبراير في اصطفاف يواجه هذا المشروع الظلامي المدمر يتوجب اليوم على الصف الجمهوري أن يوحد قراره وفق أهداف وطنية بحتة وأن يرسخ علاقاته مع أشقائه برؤية أخوية وواضحة على هذا الأساس والصف الجمهوري وهو يوحد صفوفه عليه أن يعي جيدا أن هذا التوحيد يستلزم أن ينظر إليه على أنه هدف استراتيجي وليس مجرد هدف مرحلي وهو ما ينبغي معه أن لا تغري أي طرف في الصف أي استقطابات جانبية يتوهم معها هذا أو ذاك أن بمقدوره أن يستفيد من هذا التعاطي مع أي استقطاب إن ثورة فبراير اليوم وثوارها غير معنيين بالالتفات إلى الخلف إلا بمقدار ما يمكن الاستفادة منه وإنما عليهم المضي قدما بعزم وإصرار في تحرير الحاضر والمستقبل من المشروع الإمامي للكهنوتية الحوثية ومن أجل ذلك فلا بد من مضاعفة الجهود وتعزيز الصلاة في إطار الصف الجمهوري وهو الصف الذي ينبغي أن يجعل مسألة تحرير اليمن من المشروع الظلامي في مقدمة كل المهام وأن يتحرك لذلك بكل عزم وإصرار ودون أن يزايد أحد على أحد وأن يبني هذا الصف مجتمعا علاقاته مع بعضه وخارجه بإرادة وطنية خالصة صحيفة الاندبندت نشرت تقريرا شارك فيه ثلاثة من مراسليها عن نفس الملف بعنوان فيروس كورونا الصين تلجأ لقوانين الحرب في ووهان يقول التقرير أن السلطات الصينية بدأت في اللجوء إلى قوانين وإجراءات مشددة في ووهان مركز تفشي فيروس كورونا في محاولة لمنع الوباء من الانتشار ويوضح التقرير أن السلطات تقوم بعمليات بحث داخل المنازل وتجمع المصابين في مراكز عزل عملاقة لا تحظى إلا بالقليل من الرعاية الصحية وهما يعطي انطباعا بأن الحكومة قد تخلت عن جهود معالجتهم وزادت المخاوف بين سكان ووهان من أن الحكومة تتجه إلى التضحية بهم لمصلحة بقية البلاد وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات التي لا تتبع عادة إلا في أوقات الحرب ترجح أن الصين ترتجل في ظل أزمة إنسانية في المدينة التي يقيم فيها 11 مليون شخص ووصل معدل الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4.1% ويقول التقرير أن الإجراءات الصينية في مهن تشير إلى أن الحزب الشيوعي يشعر بأنه فشل في السيطرة على الفيروس الذي يهدد بشل أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تحاول الصين في مواجهة كورونا وطمأنة الأهالي حيث أعلنت في مواقع عن تعافي عدد من المصابين وعنونا موقع نيو سي إن 2649 شخصاً يخرجون من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من عدد فيروس كورونا الجديد وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي إن 600 ألف شخص من بينهم 324 في مقاطعة هوبي بوسط البلاد خرجوا من المستشفيات يوم السبت بعد تعافيهم وحتى نهاية يوم السبت لقي ما مجموعه 811 شخصاً مصرعهم بسبب المرض وتم تسجيل 37 ألف حالة و198 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا الجديد في 31 منطقة حفل زفاف جماعي كوري جنوبي يتحدى مخاوب الفيروسات تمت الاحتفالات مع الكثير من أقناعة الوجه وقد نشرت القارديان عدداً من الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الكريكاتير الكريكاتير فن طوع الخطوط لتصنع رسوماً تواكب أحداث العالم وتحاكي قصصاً واقعية يعيشها البشر في حياتهم اليومية نتابع جزءاً من ذلك ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الكريكاتير والصور نكون قد وصلنا إياكم إلى ختام هذه الحلقة شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء